بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد من المسائل المستحدثة القديمة أيضا مسألة المحبة في المجتمع الله سبحانه وتعالى خلق البشر بتفاوت كل إنسان يختلف عن غيره ذكورا وإناثا كل إنسان يختلف عن غيره بالمعلومات بالمواصفات بالقابليات هذه ثلاث أمور مواصفات ظاهرية خصائص ومواصفات نفسية داخلية مواهب وقابليات هذه الأمور كلها تختلف يعني حتى لو نفرين إخوة توأم أو خوات توأم في نفس الخصوصيات أيضا هناك اختلاف بيناتهم لذلك المثال اللي موجود الدول دول العالم كلهم يستعملوا هذا المثال موضوع الخصوصيات والعلائم اللي موجودة على الإصبع على الإبهام هذا كنموذج وإلا بالفترة الأخيرة اكتشفوا بأنه حتى عدسة العين تختلف من شخص إلى شخص اكتشفوا بالفترة الأخيرة حتى الأذن حتى هذه لحمة الأذن أشياء فيها خطوط أكو أشياء تختلف فكل شيء يختلف عن الآخر موضوع المحبة أيضا مثل بقية المواضيع تختلف بنسبة مئوية معينة بين كل إنسان وإنسان آخر لذلك يحتاج إلى الكثير من المحبة الإنسان حتى يتمكن أن يرقلج ويرتم الأمور فيما بينه وبين الآخر في الواقع المحبة مثل هذا زيت التشحيم للسيارات أو غير السيارات هذا زيت التشحيم هذا يحاول أن يلملم الوضع من دون ما يسوي إرباك في العمل عدنا في رواية معروفة نقلت بتواتر عن الإمام الباقر عليه السلام وكذلك عن الإمام الصادق عليه السلام وهل الدين إلا الحب أكو رواية ثانية وهل الدين إلا الحب والبغض ها تاني روايتان أيضا عن الرسول ما يشبه هذا الكلام موجود وعن سائر الأئمة بما يدل على هذه النقطة أيضا أحاديث كثيرة ما هو الحب وما هو البغض الحب هو انسجام زايد بين نفرين أو نفر وشيء أو شيئين هذا الانسجام هذا يسموه المحبة الحب والبغض عدم الانسجام هذا أنا لأنه أريد أسهل الموضوع وإلا الحب هو التقاء قلبين والبغض انفصال قلبين بحيث لا يحب أحدهما الآخر والبغض في الحقيقة ضد الحب الحب عندما نتكلم عنه لا نقصد به الحب السياسي أو اسم العبارة الدارجة بين جنسين مختلفين لا نقصد به ذلك إنما في بعض الأحيان يندرج تحت ذلك المفهوم والتعريف من الزاوية الدينية هناك الحب في الله والبغض في الله في الزاوية الدينية في المنظار الديني الإنسان له هدف معين يعني هدف مشخص معين يهدف إلى شيء ما المسلمين والأديان الأخرى يعني ما يسمى بأديان إلهية كلها نرى فيها موضوع أنه هذا العمل لله أو لغير الله لغير الله قد يكون لأجل مصالح دنيوية قد يكون لأجل غريزة هذا الاختلاف إلى عوامل مختلفة قد تكون قضايا مادية قد تكون قضايا اعتبارات اجتماعية وقد تكون أشياء أخرى غريزية مثلا غريزة الشهوة غريزة المقام غريزة التقرب والتباعد هناك غرائز كثيرة من الممكن أن يكون العامل أي شيء لكن ما نتكلم عنه وندعو إليه هو أن يكون الإنسان يحب لله ويبغض لله يحب لله ويبغض لله هذه المحبة وهذا الحب في الله هو هذا يعمل لنا يضع لنا مصطرة معينة لتشخيص أعمالنا وترتيب الآثار على هذه الأعمال القابليات قد تكون قابلية موجودة في الإنسان منذ الولادة قد يكتسبها الإنسان من خلال تجارب علمية أو تجارب عملية لأن الإنسان في الحياة هو كأنما يدخل دورات تثقيفية يعني عندما يولد هو داخل مسجل من الأول داخل في دورة تثقيفية خلال سنتين هل مدة هذه هل فترة هذه يرتضع من ثدي الأم أو ما يشابه ذلك ويتعلم من خصوصيات الأم أو المرضعة إذا كان هناك مرضعة فهذا التعليم هي دورة معينة لمدة سنتين أقل شوية أو أكثر إلى أكثر مكروه لأنه يسبب عدم الذكاء يسبب أن يكون الإنسان شوية كودا أن يقترب إلى الحمق إذا شرب حليب أكثر من سنتين لكن الدورة الثانية من بعد هذه السنتين الإسلام يقول أتركه سبعا سبعا يعني سنتين من الولادة إلى خمس سنوات بعد الرضاعة أتركه سبعا هذه دورة تثقيفية يتعلم الإنسان يأخذ من هذه الدورة معالم فكرة يأخذ من هذه الدورة قابليات ويتعلم كيف يمارس ما يتعلم أيضا وبعد هذه الفترة تأتي فترة الشباب ثم الفترات الأخرى وكل هذه هي في الواقع دورات تعليمية تثقيفية تنمو القابليات في هذه الدورات فالإنسان الذي يتمكن من التقرب إلى الله ويعمل لأجل الله يحب لأجل الله يبغض لأجل الله هذا يتمكن أن يصل إلى مرتبة عالية من القابليات الإمام الباقر عليه السلام يقول جرعة غيظا أتجرعها خير لي من حمر النعم بمضمون الحديث يعني إذا أفرضوا حمر النعم كان يطلق على الجمال آنذاك الجمال بتعبيرناه اليوم يمكن أفخم سيارة مارسدس حديثة مثلا فالإمام يقول إذا يعطوني كل هال العالم من الحمر يعطوني مثلا بتعبيري أنا كم هائل من السيارات الفخمة على أن أتجرع أو أتجرع جرعة من الغيظ يعني أحاول أن أمتص جرعة من الغيظ الإمام يفضل امتصاص جرعة الغيظ على الجانب الدنيوي الذي ممكن أن يكون ثمنا لعمل ما المثال الواضح في مسألة الحب الإلهي المحبة الإلهية نرى هذا المثال أو أصور لكم هذا المثال من خلال زاويتين الزاوية الأولى المرأة أما أختا بنتا وزوجة الأم تدافع عن ابنها عندما كان في الرحم وعندما خرج إلى الدنيا تدافع عنه بكل ما لها من قوة وإمكانات لماذا؟ طمعا في ماذا؟ لا طمع لها الأم لا طمع لها في أي شيء إنما هو الله سبحانه وتعالى وضع هذه الغريزة هذه الصفة في وجود المرأة حيث المرأة هي المعطاء المعطاء عندما تكون تحب زوجها المعطاء عندما تلد مولودا وتخدم مولودها المعطاء عندما تكون بنتا كيف تعطي لوالديها وكيف إذا كانت أختا كيف تعطي المحبة وتوزع وتنثر لآلئ المحبة بين إخوتها وأخواتها ولذلك المحبة النموذج المرئي الدقيق هذا الشيء هناك نموذج آخر الله سبحانه وتعالى عندما يتفضل على العباد بالمطر عندما يتفضل على العباد بالهواء عندما يتفضل على العباد بالشمس والشمس تعطي الضوء لكل بر وفاجر البطر ينزل على الصخر والتراب ولا يجعل فرقا بين الصخر والتراب لأن الله سبحانه وتعالى من لطفه من باب لطفه وقاعدة لطفه أنزل هذه الخيرات لينمو ما في الأرض كل ما في الأرض يحتاج إلى ضوء وهو ضوء الشمس كل ما في الأرض يحتاج إلى الماء وهو ماء المطر أو المياه الجوفية كل ما في الأرض يحتاج إلى أجواء يحتاج إلى هواء يحتاج إلى كثير من هذه الأمور والله سبحانه وتعالى يعطي ويرزق ولا يجعل فرقا بين أن يكون في هذه البقعة زيد مسلم عمر غير مسلم وبكر بعقيدة أخرى فإذن الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيفية المحبة والعطاء مثلاً إذا صار جرح على إيدكم رأساً في الفاور هناك قوة دفاعية تأتي لتحيط بدائرة الخدش اللي حصل ولتمنع من وجود الفيروس أو المكروبات أو كذا ولذلك تحاول أن تحاصره فباستعمالنا للأنتيوبياتيك فهذا يحل المشكلة ويمنع من نفوذ العناصر الخارجية إلى الجيسم وكل هذا من باب اللطف مثلاً تأتي حصوة صغيرة أو تراب أو أي شيء أي وصخ باتجاه العين من الذي يغلق العين حتى هذه الحجرة الصغيرة أو التراب مثلاً لا يصل إلى البياض وسواد العين من الذي يمنع من الذي وضع الشعر في الأنف من الذي وضع الشعر على مدخل الأذن وهكذا لماذا هذه الأمور وضعت كلها من باب اللطف فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده عمل كل ما يحتاجه العباد لما يحتاجه المرأة بحسب التحقيق أكثر من سبعين بالمئة من المجتمع هو دور للمرأة أكثر من النصف يعني أكثر من خمسين بالمئة عدداً ثم هي تحيط من جهة كونها أمًا وأختًا وزوجةًا وبنتًا فتحيط بالرجل حتى يصل أحياناً إلى تسعين بالمئة من وجود الرجل يقال أنه نسبة ثمانين بالمئة من جسم الإنسان هو الماء فإذا قلنا أن النسبة صحيحة ثمانين بالمئة ماء أو تسعين بالمئة النفوذ القسم النسوي للقسم الذكوري فالمرأة لها دورها أكثر مما للماء دور في الجسم وفي النصوص أن الماء هو الحياة هذه المرأة خلقها الله سبحانه وتعالى هذا الموجود البشري الأنثوي خلقها الله سبحانه وتعالى لتغذي المجتمع بعاطفتها والمجتمع يتمكن من النهوض بعاطفتها لأنه إذا ما موجود العاطفة ما موجود المحبة ما موجود هذا الحب الحقيقي ما كؤثر للحركة والنهوض والنشاط الاجتماعي في المقابل الرجل خلقه الله سبحانه وتعالى تنقصه العاطفة هذا ليس من معنى النقص الحقيقي في مقابل الكمال إنما النقص في مقابل النسبة الموجودة عند وجود المرأة أو عند وجود الرجل والخلافات التي تحصل غالبا المرأة هي التي تمتص وأحيانا الرجل بذكائه أيضا يمتص فهنا المحبة نموذج واضح الله سبحانه وتعالى أعطانا هي وأرانا إياها وحتى نتعلم كيف نعطي ونأخذ وحتى في الجانب الكلامي في الجوانب المختلفة في مجتمعاتنا معروف عندنا يقول حب وحشي أبغض وحشي يعني حتى الكلام إذا كان فيه محبة يتغير الأسلوب وتتغير العبارات والألفاظ وإذا كان هناك بغض أيضا كذلك أنا حتى أسهل الموضوع ومن دون تعميق للقضية أقول أنه المحبة مثل الانتخابات أنت تذهب وحتى تسجل صوتك وتقترع في صندوق الانتخابات فأنت تقول نعم لزيد يعني أحببته وتقول لا لعامر يعني أبغضته ولذلك الحب والبغض هو يحيا ويموت يعني نعم أو لا في كل مراحل الحياة هذه الحالة موجودة إنما الفاظها تختلف نوعا ما حتى تعطي الوضوح الأكثر في الكلمات والعبارة ولذلك في الحديث الشريف لو أن الإنسان أحب حجرا حشره الله معه فنحن من نحب ومن نبغض في المرتبة العالية من نحب ومن نبغض في المرتبة الدانية من نحب ومن نبغض في المرتبة القريبة الزوجة أو الوجه الآخر للحياة الزوج أو الزوجة الأطفال الأقربين والمرحلة الأبعد الشركاء وأفراد المجتمع فهذه المحبة وهذه اللطف وهذا اللطف يحتاج إلى كيفية الاستعانة بالجسم أو باللسان حتى يتمكن أن يوصل الفكرة المطلوبة لذلك الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نتعلم منه نرى نقطة 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 من ألطاف الله سبحانه وتعالى أو ألطاف النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام حتى في مرحلة حتى عندما يحاسبوننا مثلا في الحديث الشريف أنه الله سبحانه وتعالى يعرض صفحات أعمالنا في نهاية كل يوم وبداية كل ليلة تعرض الأعمال على الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذا من باب اللطف أيضا لأنه الإمام ينظر إلينا بنظرة رحيمة لذلك ترى أن العاطفة والمحبة لها جذور وأعماق بمقدار جذور بمقدار تجذر العلم والمعرفة الإنسان العالم سواء كان رجل دينا رجل دينا أو كان بصفة أخرى وبشكل آخر مهما تكون قابليته ترتفع مستواه العلمي يرتفع بنفس المقدار قد يكون اهتمام في المحبة وعدم ذلك أيضا يختلف نعم هناك أفراد عندهم معلومات كثيرة لكنما يفتقدون إلى جانب العاطفة والمحبة والحب فالحب خليكن لله سبحانه وتعالى والبغض فليكن لله سبحانه وتعالى أضرب لكم بعض الأمثلة الرجل في داره يساعد زوجته في العمل المنزلي المرأة في الدار تساعد زوجها وأولادها والأسرة بنشاطها في داخل البيت المرأة لم يكن واجبا عليها هذا العمل إنما هي تتطوع بذلك الرجل عليه أن يخدم زوجته لكن أحيانا الشيطان يمنعه من ذلك ولذلك في النصوص الكثيرة أن المرأة عندما تخدم زوجها في المنزل تحصل على مقدار عظيم من الثواب كذلك الرجل عندما يخدم ويساعد زوجته في العمل المنزلي أنا شايف أحيانا الشخص يطلب من زوجته ماء ويتوقع أن تأتي بالكأس وتسلمه بيده إذا خلت على الطاولة يقول لها الطيني لقلاس بيدي وهذا غلط هذا ما أدري ليش هالشكل أحيانا يصير إنما النصوص الموجودة تقول أن الرجل عندما يتفضل على زوجته بالمحبة والمرأة عندما تتفضل على زوجها بالمحبة الله سبحانه وتعالى يجعل بينهما ألفة ويقرب قلوبهما وبهذا التقريب الأسرة تحصل وتحظى بالسعادة ما دامت العاطفة بين الزوجين لذلك الآيات الكريمة في موضوع الزواج الله سبحانه وتعالى يجعل بين الرجل والمرأة محبة ورحمة هذه المحبة وهذه الرحمة هما من جوانب العاطفة والحب يضع محبة هذا الشخص في قلب تلك ومحبة تلك في قلب هذا الرجل وهكذا دواليك ترون أنه المجتمع يسير بحالة المحبة ومثال آخر أيضا السيارة عندما تشغل المحرك المحرك يبعث بزيت إلى أكثر مناطق الحركة في السيارة يضخ بالزيت حتى تتمكن هذه العناصر وهذه القطع قطع الغيار تتمكن من العمل لإنسجام أكثر ولذلك يستحصل في الشتاء أن تحمي السيارة تشغل السيارة تبقى لفترة إلى أن تصعد الحماوة نوعا ما 30% على أقل تقدير حتى لا تضر بالمحرك الحركة لأنه إذا هذا الزيت ما وصل إلى المكان المطلوب وأنت بدأت بالسياقة هذا المكان يأكل من بعضه ويسبب الخراب والفشل لعملية السياقة أو لاعتبار استهلاك السيارة لفترة أطول لذلك كل شيء يمشي في الحياة بالمحبة والحب ولذلك النصوص الشريفة تقول أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كلهم كانوا يستعملون المحبة بينهم وبين غلمانهم بينهم وبين نسائهم بينهم وبين أولادهم بينهم وبين أحد المجتمع أنس بن مالك يقول ولا مر واحد رسول الله نهرني بعض نساء النبي يقولن أن رسول الله لم يضرب زوجته على أكبر خطيئة أو أصغر خطيئة لم يستعمل رسول الله الضرب لم يستعمل القسوة إنما دائما كان يبتسم في وجه من يراه ولم يرى أحد رسول الله بحالة عبوسة أو بإنكماش في البشر والوجه لذلك حسن الخلق له درجة عظيمة في الروايات في بعض النصوص الكريمة تسعة وعشار الرزق في الخلق الحسن يعني أنتم شوفوا إذا أكوا محلين واحد بقرب الثاني وكلاهما يبيع نفس المنتوج واحد منهم البائع عند أخلاق حسنة والثاني لا يبتسم لا يمتلك هذه الصفة إنما أكثر جدية فزبائن هذا الإنسان الذي عنده الأخلاق الحسنة زبائنه أكثر من ذلك الإنسان الذي يعمل بجدية أكثر وإن كان قد يكون طيب قلب الاثنين سواء ولكن طيب القلب لا يفيد إذا لم يتبدل إلى حسن البنظر والمظهر لأن حسن المنظر والمظهر هو المخبر عن السريرة وفي حاديث كثيرة أنه المؤمن بشره في وجهه فشل المانع أن الإنسان الرجل عندما يدخل إلى الدار يسلم على زوجته ويقول لها حبيبتي كيف أنت كيف صحتك وهي كذلك تسلم على الزوج وتقول له حبيبي فهذه العبارات تساعد وبمثابة ضخ الزيت للمحرك استعمال العبارات اللطيفة في الحياة تساعد على تحصيل السعادة السعادة بيد الإنسان السعادة الإنسان يكتسبها يحصل عليها هو بيده ليست هي من الآصل مأتية نعم من خلال رحم الأم هي البداية السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه يعني الابتداء بالسعادة والشقاء يبدأ من رحم الأم يعني عندما السائد المنوي يصل إلى ما يجب أن يصل إليه من هناك تبدأ عملية استقطاب الخصوصيات التي تؤدي إلى سعادة الإنسان فالسعيد يحظى برضى الله ومن حظي برضى الله يحصل على درجة ورضوان من الله أكبر حتى نراكم في برنامج آخر إلى اللقاء وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر